موسيقى أهلا بكم لتطورات فيروس كورونا لهذا اليوم بعد أن أطلقت وزارة الصحة تطبيق صحة مصر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يشهد بالتطبيق معتبرا أنه خطوة هامة للوصول للمواطن الحفاظ على صحته وسلامته وعائلته والمجتمع وخلال استعراضه تقريرا من وزيرة الصحة دكتور هلزايد حول عدد من الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا شدد مدبولي بتجربة توفير الأدوية للحالات التي ستخضع للعلاج المنزلي لتجنب انتقال المصاب أو المخالطين له إلى المستشفى وتضامنا مع جهود الأطقم الطبية في مسؤوليتهم وبطولاتهم ضد وباء فيروس كورونا تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين تدعو شعوب العالم إلى موساندة الأطقم الطبية في مواجهة الجائحة من خلال التوقيع على وثيقة إلكترونية أعدتها التنسيقية آخر إحصائية عربية الفيروس كورونا تسعمت بارتفاع أعداد الشفاء حيث أعلنت الكويت وصول إجمالية المتعافين إلى 9273 فيما وصل عدد المتعافين في الأراضي الفلسطينية إلى 523 حالة هذا وأعلنت عمان تسجيل 2396 حالة تعاف ارتفاع حالات التعافي بالدول العربية دفع البعض الاستئناف الحياة الطبيعية بشكل تدريجي ومنها الإمارات حيث أعلنت حكومة دبي إعادة فتح أربعة شواطئ ومتنزهات رئيسية وبروز دبي للجمهور مشددة على وجوب اتباع الإجراءات والإرشادات الوقائية اللازمة هذا ويواصل فيروس كورونا زحفه نحو تقطي حاجز الستة ملايين إصابة حول العالم تقطت تعدد الوفيات أكثر من 360 ألف حالة بينما تعفى أكثر من مليونين وستمات ألف حالة أغلب تلك الحالات تتصدرها الولايات المتحدة بنحو مليون سبعمائة وسبعين ألف إصابة ومئة وثلاثة آلاف وفاة رغم ذلك يواصل عدد كبير من الدول إجراءات عودة الحياة تدريجيا منها اليابان حيث أعلنت حاكمات العاصمة توكيو أنه اعتبارا من الاثنين المقبل سيتم سماح للمدارس وصلاة اليقة البدنية والمسارح بإعادة فتح أبوابها تابعونا عبر منصاتنا الإلكترونية تابعونا عبر منصاتنا الإلكترونية